عنا الدليل واضح حاصيل ظاهر وعالي بيشفي العليل نفحاته فينا شو بتقوينا من جهل الجاهل هو بيحمينا عنا الدليل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الذنب ويصفح كل من لاذ به أنجح وكل من عامله يربح تشبيهه بخلقه قبيح وجحده أقبح رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح والمواشي بعد الجد في الخصب تسرح أغنى وأفقر والفقر في الأغلب أصلح كم من غني طرحه البطر والأشر أسوأ مطرح ذاقارون ملك الكثير وبالقليل لم يسمح نبه فلم يزل نومه وليم فلم ينفع لومه إذ قال له قومه لا تفرح أحمده تعالى ما أمس المساء وما أصبح وأصلي وأسلم على رسوله محمد الذي أنزل عليه ألم نشرح وعلى أبي بكر صاحبه في الدار والغار لم يبرح وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى ولا أشرح وعلى علي الذي حارب من كان في الدين يقدح اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم على نبيك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون أسعد الله مساءكم وشرح الله صدوركم ويسر أموركم وغفر لكم ذنوبكم ورزقكم رزقا طيبا حلالا مباركا فيه وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وبعد يقول الله عز وجل في محكم التنزيل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال عز وجل فيما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ووجدك عائلا فأغنى وقال ربنا عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرث ثم قال ربنا عز وجل ذاك متاع الحياة الدنيا ثم قال عز وجل والله عنده حسن المآب حنتكلم اليوم إن شاء الله عن موضوع في غاية الأهمية عن فتنة المال هذه الفتنة التي وقع فيها كثير من الناس فمالوا إلى المال وتركوا كثيرا من القيم بسبب حبهم للمال وصرفوا أوقاتهم لأجل جمع المال وتركوا العمل الذي ينجيهم في الآخرة هذا المال إذا حصله الإنسان ينبغي أولا أن يطلب هذا المال من طرق أحلها الله عز وجل من الطرق المباحة من الطرق المشروعة من الطرق التي أحلها الله عز وجل وإذا حصل المال ينبغي عليه أن لا يستخدمه إلا في الخير المال كما تعلمون بعض الناس يستخدمونه في الخير وبعض الناس يستخدمونه في الشر وهو فتنة الإنسان قد يفتت بالمال الله عز وجل قال في كتابه الكريم إنما أموالكم وأولادكم من فتنة والله عنده أجر عظيم من الفتن العظيمة التي تلي بها كثير من الناس فتنة المال فتنة المال لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى قال محذرا من فتنة المال في أكثر من حديث كحديث كقوله عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال في أحاديث كثيرة ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فتنة المال وحذر من هذه الفتنة التي وقع فيها كثير من الناس مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتموا المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون إلى آخر آخر السورة ثم ماذا قال صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت هكذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم وكما تعلمون الواحد منا يوم القيامة سيسأل عن هذا المال الذي جناه في هذه الدنيا يسأل من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفنى فيما أفنيت عمرك وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسألون يوم القيامة لإظهار شرفهم يقال لهم هل بلغتم يعني هم لا يعذبون ويكونون والأنبياء في مقام عال عليهم الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك لكي يبين لنا أن نتنبه حتى يتنبه الواحد منا حتى يحذر من هذه الفتنة حتى ينظر في الطرق التي أحلها الله فيطلب هذا المال من طريق مشروع أو من طرق مشروعة ويصرف هذا المال ينفق هذا المال في الطرق التي أحلها الله تبارك وتعالى لماذا؟ لأنك يا ابن آدم سوف تسأل يوم القيامة عن ذلك الإنسان لا تزول قدماه عن موقف الحساب يوم القيامة حتى يسأل عن هذه الأربع يسأل عن عمره فيما أفنى ماذا عملت منذ بلغته كيف صرفت هذا العمر هل صرفته في الطاعة أم صرفته في المعصية هل أديت ما فرض الله عليك واجتنبت ما حرم الله عز وجل عليك إن كان فعل ذلك فقد نجى وسلم وإن لم يكن فعل ذلك وصرف عمره في الفساد وفي الدنيا هلك ويسأل أيضا عن جسده فيما أبلاه فإن أبلاه في طاعة الله عز وجل سعيد ونجى وإن أبلا جسده في معصية الله خسرة يسأل أيضا عن علمه ماذا عمل فيه هل تعلمت ما أوجب الله عليك من علم الدين لأنه مثل ما تعرفوا العلم الديني قسمان في علم يقال له الفرض العيني من علم الدين من تعلم هذا القسم اللي هو الفرض العيني العلم الضروري وعمل به سعيد ونجى تعلم العقيدة الإسلامية الحق تعلم أن الله عز وجل هو الواحد الأحد الذي لا يشبه شيئا من خلقه ولا يحتاج إلى شيئا من خلقه له صفات تليق بجلاله يوصف بصفات الكمال اللائق به منزه عن كل نقص في حقه لا يحتاج إلى مكان ولا زمان ولا إلى شيء من المخلوقين موجود لا كالموجودات موجود بلا كيف ولا مكان تعلم ما جاء به عليه الصلاة والسلام تعلم العبادات التي كتبها الله علينا الصلاة وما يحتاج إليه لصحة الصلاة تعلم الطهارة تعلم الحج تعلم بقية العبادات تعلم المعاصي حتى يحذر من الوقوع فيها تعلم التوبة تعلم الفرض العيني يسأل عن ذلك هل تعلمت أم لا وهل طبقت وعملت بما تعلمت أم لا إذا تعلم وطبق هنئا له وإلا فليتجهز للسؤال يوم القيامة حتى ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن لا يعلم وويل لمن علم ثم لا يعمل ويل الويل هو الهلاك الويل هو الهلاك لأن الله عز وجل أمرنا بأن نتعلم علم الدين الضروري فإذا قصر الإنسان في تحصيل هذا العلم كيف سيعرف طريق النجاة يوم القيامة فهذا يا ويله ومن تعلم ولم يطبق أيضا يا ويله لأن الله أمرنا بالتطبيق كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون أمرنا بالعلم وأمرنا كذلك بالعمل السؤال الرابع الذي سنسأل عنه يوم القيامة ما قاله عليه الصلاة والسلام وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه نعناه أن الإنسان يسأل يوم القيامة يسأل عن المال الذي في يده الذي جمعه في هذه الدنيا إذا كان حصله أخذه اكتسبه من طريق حلال لا يكون عليه مؤاخذة لكن بشرط أن يكون أيضا أنفقه في الحلال يعني الناس في أمر المال ثلاثة أصنف إثنان هالكان وواحد ناج فالهالكان أحدهما الذي جمع المال من حرام والآخر الذي جمعه من حلال ثم صرفه في الحرام وكذلك الذي يصرفه في الحلال للرياء هذا هالك أيضا وأكثر الناس اليوم الذين يحبون المال ويصرفون أعمارهم وأوقاتهم وأنفاسهم لجمع المال ولو حصلوا ما يكفيهم للعمر الغالب فإنهم لا يكتفون بل يبقون على جمع المال حتى الموت كما أخبر الله بذلك في كتابه وتحبون المال حبا جمع فالناس على هالأصناف الثلاثة تجد من الناس من جمع مالا في الحلال لكن صرفه في الحرام وأحيانا قد تجد إنسانا جمع مالا من حرام ما قد ينفقه في أمر حلال مثلا وتجد أناسا يكتسبون أموالهم من حرام وينفقونها في الحرام وأما أهل النجاة هيكونون قد جمعوا المال من حلال وأنفقوه في إيه؟ أنفقوه في الحلال لكن كثير من الناس عندهم طمعة يعني مسألة جمع المال أنا أكيد ما عم بحكي اتركوا هالدنيا ما تطلبوا المال ما حدا يشتغل أقعدوا ببيوتكم تفرغوا فقط للصلاة والصياب لم أقول هذا وليس هذا معنى الكلام الذي أقوله ولا بأس أن يعمل الإنسان على تحسين عمله بيشتغل مثلا موظف بيكون عنده طموح بدي أعمل شركة بدي أكبر شركتي بدي أوسع ما في ضرر مش هذا اللي أنا عم بتخلم عنه ولكن بعض الناس يعني أحيانا بالعكس قد تجد إنسان مثلا يجمع اكتسب مالا كثيرا من طرق أحلها الله تبارك وتعالى وله في ذلك نية حسنة كان يجمع هذه الأموال من غير أن يضيع الطاعات والفرائط ويجعل من هذه الأموال قسما لله سبحانه وتعالى ينفقه في سبيل الله يخرج زكاة ماله يتصدق يعطي يجعل من هذا المال لله تبارك وتعالى والمال كما تعلمون كله لله نحن وما نملك ملك لله تبارك وتعالى في ناس المصاري ما عمت على قلوبهم وفي ناس المصاري فتنتهم وعمت على قلوبهم بطل فكر إلا بجمع المال ما عم بقول لك أقعد ولكن كم يوجد من الناس لو حصل من الأموال ما يكفيه في العمر الغالب كنت أجدك تعيش ستين ستين وشوي سبعين أليس ورد في الحديث أعمار أمة بين ستين والسبعين وقليل من يزيد أليس هذا الذي نراه على أرض الواقع مع من نعرف ومن لا نعرف عادة فيما الأموات الذين نراهم قد فارقوا هذه الحياة ما هي الأعمار التي نرى الناس يموتون عليه قد يموته طفل شاب عشرين ثلاثين أربعين بغض النظر ولكن عم بحكي لكم بالغالب عم بتشوفوا بتسمعوا بالأخبار بتشوفوا بتعرفوا حدا سمعتوا عن حدا بالغالب عم بحكي عم بنقط المية عم نسمع مثلا توفي شخص عن عمر ميتين وستين سنة ترتمائة سنة خمسمائة سنة ميت سنة حتى عادة الناس بيجوا لما بدون يتمنوا للواحد بيقول له عقبال ما تعيش ميت سنة عساس أنه الميت سنة كثار تلك المرأة التي فقدت ولدها بكت عليه فأخبرها نبي الله نوح كان ابنها عساس أنه مات صغير كان عمره لما مات ثلاث ميت سنة بكت عليه أخبرها ما بالك بأقوام أعمارهم بين الستين والسبعين قالت والله لو أني منهم لأمضيتها في في سجدة عمرنا قصير يا أحبابنا بس أمل الإنسان بهذا الدنيا وفكره والمستقبل اللي عم بيخطط له والأموال اللي عم بيجمعها أكثر من العمر الغالب بحسب الظاهر وحسب العادة طموحه أنه يجمع أكثر من كيف تتعيش أكثر بكثير في أمل عنده أمل كثير يعني أمل كثير من الناس أمل الواحد منهم أكثر من أكثر من عمره أمله أكثر من عمر وأطول من عمره هو ما بيعرف إم تحيموت بس نحن من ننظر في الحديث أعمار أمتي بين الستين والسبعين بيجي الواحد بتطلع قد أموت هلأ أنا ولكن باجي بتطلع لو بدي أعيش قديش متأمل يا ترى أعيش قديش متأمل قديش مضى من عمري كم مضى من عمري وقديش ضايل الله أعلم بس مش كثير مش تشاؤما واقع واقع وبتلاقي هالتفكير مصبوب بس كيف بدي أجمع مصاري كيف بدي أحصل على المصاري كيف ولو صار عنده ما يكفيه اللي بيكفيه وبيكفي أولاده ويعيشه مستورين ومستتين وما يحتاجه حدا ومع غلاء المعيشة عندهم زيادة ما بيكتفي بده كمان بده أكثر بده أكثر وأكثر وأكثر لو عنده مليون بده يعملهم اثنين والاثنين بده يعملهم خمسة والخمسة بده يعملهم عشرة والعشرة لو يصيروا مئة مليون ما عنده مانع مع أنه يعني وهمتك تصرفهم مئة مليون بيقول لك هنا حاطينهم رصيد بهالبنك بتلاقيه بيعيش وبكون قلق وهو عم بيحافظ على هالمال اللي هو رقم في البنك وفعليا ما انتفع منه بس رح ينسأل عنه يوم القيامة خايف خايف على المال وخايف يروح منه خايف تتغير الظروف الاقتصادية وخايف تتغير أحوال العملة خايف وخايف وخايف خايف على دنيته بس يا ترى هل خايف كمان على آخرته مثل ما عم بيخاف بتتعوض الناس في منهم عم بيخاف على الاشي اللي بيتعوض وما عم بيخاف على الاشي اللي ما بتعوض خايف على المصاري لو راح جزء من أمواله بينجلط وبيموت مع انه المال بيتعوض المال من جملة الأشياء بتتعوض ماشي جيبتي المصاري مش سهلة بس بتعوض بتعوض أما إذا مات الإنسان وهو مش متجهز لآخرته كده بتعوض كده بتعوضها من تخرجت من الدنيا أفضيت إلى ما عملت لن تستطيع لن تستطيع لن تستطيع أن ترجع إلى هذه الدنيا لتعمل مرة أخرى فيها خلص انتهى فات الأوان كان معك ومع كل واحد فينا احنا بعدنا عايشين معك تعمل لآخرتك بالدنيا الدنيا مزرعة الآخرة كما ورد في الحديث شو بتزرع تحصد ما في وقت استغل وإزرع إزرع لآخرتك في ناس كثير من الناس عم تزرع لدنيا يزرعون للدار الفانية ويتركون العمل للآخرة الباقية وهذا ما أخبرنا عليه الصلاة والسلام في بياني طمعي كثير من الناس حتى لو حصل الأموال الكثيرة بعده ما شبع بده كمان وكمان ولو إيجال كمان وكمان بده كمان وكمان أليس روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واديان من مال تخيل عندك واديان من مال قد يجد يكون أموال كثيرة لو كان ابن آدم أو لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا لابتغى ثالثا بقول لك لا أو ليش لا يكون عندي كمان ثلاث ولو عنده ثلاث بيتمنى الرابع والرابع بجرع الخامس وأهلهم وجرة لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تب ما أجمل أنه الواحد يدرب نفسه ويقر نفسه أنه يكون عنده قناعة أليس ورد في الحديث القناعة كنز لا يفنى أي كأنه لا يفنى جميل أنه أنا يكون عندي قناعة أعلم ولادي القناعة وكمان هاي تدخل بالتربية كيف أنت بترب ولادك وبتعودهم يكونوا قانوعين ولا لا خلي دائما فكر بالعاقبة وفكر بالآخرة الدنيا دار البلاء والفناء دار الفناء ستفنى ستذهب وأنت ستخرج من هذه الدنيا ما تعلق أمالك كليات فيها اعمل لآخرتك والآخرة خير وأبقى حتى جاء أيضا فيما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان حب المال وطول العمر هذا واقع بتلاقيه وصل ستين وسبعين يعني خلص زي ما بقوله الله أعلم بس بقوله يام صابح يام ماس يعني لسه بيكون عنده أمل وعنده مشاريع بده يعمل أكثر وأكثر أكثر يعني كأنه بده يعيش العمر كله طب جماعة ما يكفيك ويكفي الأولاد اعمل للآخرة ما هيك ما عم بيعمل وقد ما يعيش بتمنى يعيش أكثر وأكثر هذا حال كثير من الناس خايفين من الفقر و بتقول عن اللي عنده مصاري يهني يالو مش شرط يهني يالو لا كثير من الناس اليوم بتتمنى بيقول لك بيشوف مثلا واحد بيقول لك نيالو على إيش يا نيالو كثير الطاعة صرف وقته في طاعة ربه نال الولاية صار من أحباب الله عن إيش بتحكي يا نيالو معه ما صار كثير وعشان هيك عم بيقول يا نيالو مع أنه هذا قد يكون سبب في هلاكه لأنه رحي نسأل عن كل جرش جمعه من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقت هذا المال الفوز وأن تفوز في القبر وفي الآخرة الرسول عليه الصلاة والسلام قال معلما أمته قال للصحابة الكرام فوالله ما الفقر أخشى عليكم مش خايف علينا من الفقر لأنه بالنهاية الفقر مجرد الفقر تضرك اللي بيموت فقير هيخسر بالآخرة لا قال فبالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم كم يوجد من الناس من يأخذ العبر ممن عبر نظروا في فيما حصل مع قارون جمع ما جمعه من المال جمع الكثير وتمنى الناس أن يكونوا عندهم ما عند قارون خسف الله به الأرض أيه اللي مع مصاري شوف شو صار فيه الشغلة مش بالمصاري يعني اللي بيتأمل يا أحبابنا في أحوال الناس وبتطلع بأيامنا هاي كمان بيشوف يعني ينظروا في انكباب الناس على على كسب المال بأي وسيلة كانت سواء يعني كان من أعمال مشبوهة غير مشبوه بغد النظر معاملات مخالفة للشرع ربا غش يوكل مال الناس بالباطل يوكل مال يتيم بيكون اللي بباله أنا بدي مصاري كيف بأي طريقة حلال حرام لو بدي يكتل بدي مصاري هذا الزمن اللي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الحبيب الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى أخبرنا المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة قال يأتي على الناس زمان يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام وفي رواية قال يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حل أو حرام هذا واقع هل في هذا الزمن ألا ترون ذلك في كثير من الناس ألا ترون ذلك كم من الناس اليوم يمشي في طرق التي أحرمها الله تبارك وتعالى ولا يأبى مش فارق عنده بحط راسه على المخاب بكو ماك المال حرام ماك الحق خواته المال عم على على عينه أكل حق خواته أكل حق أكل أموال الناس بالباطل غش ظلم سرق نهب أكل مقدرات البلاد نهب البلاد أكل أموال العباد حتى أم وأبو بيأكل مالهم بغش الناس بوكل مال يتيم وبحط راسه على المخدة وبنام بنام ده أنه قلبه أسود عرف ينام في ناس اليوم بيطعم يولادها من مال حرام بيطعم يولادها من مال حرام بيقول لك والله أنا بحب أولادي بعشقهم لأولادي بعشقهم لأولاده وهو جايب له علبة السري لك من مال في الأصل من مال حرام طعم بالطعميه وعم بتربيه له لحمه من مال حرام بعدين بيستغرب فيه أشياء كثير عم بتصير معاه ومستغرب ولا بيخطروا بباله إنه يربط شو عاقبة وشو نتيجة أكل مال الحرام ليش طيب يعمل هيك مفتوم بالمال مغرم بالمال معمي على قلبه لأجل حب المال لأجل اكتساب المال مع إنه بالنهاية ما حتوخذ إلا اللي لا إلك يا أخي يخذوا بالحلال هو اللي إلك إلك واللي مش إلك مش إلك ما حيقدر واحد يأخذ إشي يعني مش مكتوب له خذ الحلال واترك الحرام ما في توكل ما في توكل عند هؤلاء كل هذه الأحاديث لو نظرتم ودققتم بها فيما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام فيها تحذير للأمة من فتنة المال هذا من دلائل النبوة نعم من دلائل النبوة لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمور ما كانت حصلت في زمانه وقد حصلت ورأيناها بأم أعيننا اليوم الرسول أرشدنا عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى القناعة إلى عيشة الكفاف إلى الرضا بالمقسوم وفي السماء رزقكم وما تعدون الرسول عليه الصلاة والسلام حث الأمة على هذا كما روا الإمام أحمد في المسند قال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آته أفلح من أسلم أفلح من أسلم فبتحسه جوعان طول عمره جوعان وفي ناس شبعان لو ما عندها إلا راس بصل بالبيت عنده قناعة عجيبة تحسبهم أغنياء من التعفف ما ليس هذا نراه في البعض في ناس الله تعالى قنعه بما آته بغد النظر شوي كثير وسط الموجود الحمد لله المهم من حلال وراضي والحمد لله راضين وبأقلم حاله على وضعه بأقلم حاله على وضعه لا بيتذمر ولا بتشكوى ولا بيسعى في طرق محرمة وعن بيبرر لنفسه أنه الدنيا غالية وبدنا نعيش وبدنا نربي الأولاد وبدنا 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 عن بيبرر لحاله وعم بيمشي بطرق محرمة وهذا امتحان من الله سبحانه وتعالى بعض الناس الله يمتحينهم بهذا ما هو ياب تنجاح ياب ترسب ياب تنزح ياب ترسب الفوز يا أحبابنا ونياله مش موضوع معك مصاري ولا ما معك مصاري يا ما فيه فقراء يا نيالهم ولو ترون منزلتهم في الجنة لتمنيتم أن تكونوا منهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس العرض اللي هو المتاع متاع الدنيا ميش هذا هو الغنى الغنى الحقيقي والغنى المحمود والممدوح غنى النفس في ناس معها مصاري كثير بس جوعانة شخصيتها تعبانة لا مش نياله الغنى المحمود غنى النفس نفسك شبعانة عندها قناعة نفسك اللي اللي بتكون عندها عندها قناعة توكل على الله سبحانه وتعالى رضا بالمقسوم مش الغنى كثرة المال والزيادة في المال من كان طالبا للزيادة من كان طالبا للزيادة من هذه الدنيا ولو حصل ما فيها يعني سوف يفارق وسيبقى على طمع لأنه في عنده مشكلة علق قلبه بالدنيا وكما قيل قال من طلب الدنيا فليتهيأ للذل وكما قال شاعر النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف وإن أبد فجميع ما في الأرض لا يكفيها اللهم ارزقنا غنى النفس لو ما كان عندك قناعة لو عندك شو ما عندك لو ملكت مالا كثيرا لن تحصل القناعة يعني بعباراتنا منقول بيظل جوعان عمر ما كان على المعنى المجازي يعني عمر ما كان الإنسان بيكون القناعة بكفرة المال ويقوله جوعان نفسه ما بتشبع إذا كان فقير بالعكس ما لهاش علاقة مع مصاري والمع مع مصاري الغنى غنى النفس شيء في القلب هذا الله تبارك وتعالى ذم من إذا أعطي مالا رضي وإذا لم يعطى سخطا هذا حال بعض الناس وترون أصنافا من الناس حالهم كهذا كهؤلاء الذين أخبر الله عنهم في القرآن فقال ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون إذا هم يسخطون والرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه تعيس عبد الدينار والدرهم إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى تعيس تعيس ضد سعيدة هذا يعني هذا هالك تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار والدرهم شو يعني عبد الدينار يعني طالبه وخادمه والحريص على جمعه والقائم على حفظه فكأنه لذلك عبده بسبب انغماسه في محبة الدنيا وشهواتها هو كالأسير الذي يعني تعلق بسبب تعلقه صار أسيرا هو لم يقل صلى الله عليه وسلم تعيس مالك الدينار ما قال ذلك لأن المذموم من الملك والجمع زيادة عن قدر الحاجة فالرسول أخبرنا أن البركة إنما تحل في المال الذي أخذه صاحبه بطيب نفس من غير شرح ولا إلحاح في ناس من شدة تعلقها بالمال صار يعني صار مفتونا به فتراه حارسا على هذا المال ويمكن في قصص كثير وأنا سامع قصص كثير عن ناس بتحسوا صارف حياته عايش حياته حارس مصاري حارس مصاري واحد كان سبحان الله يظهر عليه الفقر واحد في زماننا من غير ذكر أسماء يظهر عليه الفقر أولاده يعني جاعوا كثيرا ينظرون إلى ما في أيدي الغير وهو لا يعطيهم الظاهر أنه ما معهم ما فيه مصاري طفران عايشين يعني بشدة مات هالأب كان دايما قالوا كان حاطت برقبته معلق مفتاح ما حدا بيسترجي يقول له مفتاح شو افتح لنا خزانتك كذا لا مات بعد ما مات أخذوا المفتاح اللي برقبته بتيك طلع مفتاح خزانته تعرفوا خزين أيام زمان بتلاقي ما أخذ الحيط كلياته فتحوا الخزين تبعته بالبيت بالبيت أربعة عشر مليون دينار مصفتين بالخزانة أربعة عشر مليون مصفتين لأيش عم بتجمعهم دخلك وخايف يصرف في منهم في من الناس قد ما هو عنده حرص على الماء الدينار لو عنده أربعة عشر مليون بيخاف يصرف دينار بيعمل إحساب الدينار خايف ليس زاهدا في الدنيا لا بل من شدة حرصه على احتواء المال شدة حبه للمال يخشى أن يصرف منه قرشا أولاده شو أولاده اترحموا عليه بعد ما ماته صاروا يسبوه شوفوا النقمة كمان ما وجد من يترحم عليه بعد وفاته وصرف وقته لأجل حراسة المال بالنهاية أيها اطلعت بكفن ما في جياب وما حتأخذ معك مصاري وأقول لك لو صفتوا لك ياهم بالقبر صفتوا لك الأربعة عشر مليون على جوانب القبر ولا إلهم أي قيمة خلاص بالنسبة لأيله الواحد بعد ما يمو فيش إلهم قيمة انتهى هذا اللي صرفت عمرك خايف يروحوا خايف عليهم حارس عليهم وفينا زي المصاري عمت على قلوبهم يجمع الأموال إلى الأموال يثمرها يحتويها وخايف عليها بيبوت وهو حريص على جمع المال عنده شرح ما عم بيش باع ما عم بيش باع هذا حال حال بعض الناس وللأسف الشديد المال غرهم وفتنهم المال غرهم وفتنهم كان في واحد برضو بدون ذكر أسماء كان عنده ملايين ملايين وما كان عنده ولد ولا تلد واحد في زمانيا ما عنده أو ما الله ما رزقه بأولاد ما رزقه أولاد عايشوا ومرتوا لحالهم قالوا كان إذا خرج كان في واحد عنده عرباي الضرى يقعد يفاصل تبع العرباي عشان يعمله خصم عشان يشتري منه الضرى بسعر أرخص وما يشتري إله لمرته يشتري وحدة ويكسمها بالنص مش إنه عامل يكتفي بالقليل من الطعام لا لشي آخر يعني يخاف أن يصرف من المال الذي عنده طيب لمين ليش خايف ولمين مخبية وإنت أصلا كبير بالعمر ما بتعرف ما بتعرف اجتمع الحرص حب المال على حب الدنيا على البخل وكله مرتبطين ببعض حب المال هكذا يفعل ببعض الناس الرسول عليه الصلاة والسلام له حديث في ذلك كما روى الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له قال له يا حكيم إن هذا المال خضيرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع ثم قال واليد العليا خير من اليد السفلة في فرق كبير يا أحبابنا بين لما يكون في هنا مصاري هنا مصاري هذا معاه هذا معاه بغد من النظر قديش قليل كثير هذا أكثر من فلان في فرق كبير بين المال المبارك فيه الذي بارك الله فيه وبين المال اللي ما فيه بركه ويمكن أنتو هلأ ببالكم قصص كثيرة جداً عن هذا الموضوع قديش فيه ناس بتيجي بتطلع دخله والمصاري اللي بتيجي أقل بكثير من صاد من الناس هذا دخله بيجي له مبلغ الفلاني بشهر وهذا أقل منه بكثير ما فيه مقارنة فبتطلع على حسب الظار بتقول هذا مش حيكفيه وهذا قد ما يتمصرف ينكفينه بتلاقي هذا أول أسبوع صار في المصريات وبقول لك بش عارف وين صرفتهم وهذا عاشوا أكلوا طعموا أولادوا ويمكن فضلت فضلة ولسه فيه مع أنه هذا الأقل العبرة بالبركة إذا بارك الله تعالى بمالك ولو كان قليلاً تراه كثيرة تراه كثيرة وإذا ما فيه بركة ما بتعرف كيف يطيروا كيف يروحوا مثلاً مال الربا أكيد ما فيه بركة بتلاقيه أخذوا أمواله كذا وأكل هوا بقول لك يا أخي أنا أعمل تيك وبيدي هبرة عشان أزبط أموري لا تزبطت أموره وظله ملحوق للبنك وطول عمره مذلوله هو خايف هو بده يجمع وقد ما يسد لسه الفواهد أكثر ما فيه بركة بمال الربا مهم أني أنا أخذ بالأسباب حتى يكون فيه بركة بمالي الموضوع مش بس قديش عندك رصيد الموضوع من حلال ونيتك حسنة وعم تصرف بالحلال وفيه من مالك لله حتى الفقير بتصدق حيفرق كثير عن مال من حرام وبنواية الواحد عدوا نية فاسدة لكي ينفق هذا المال في الحرام ولا يخرج من ماله لله ولا يخرج زكاة المال أليس ربنا عز وجل قال ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم المال إذا ما استخدم صاحبه في طاعة رب العالمين وأنفقه في سبيل الله كان وبالا وحسرة عليه صدق الله العظيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون طلع واحد بقولك يا أخي هاي هذا يكفر برب العزة وعنده أموال طائلة يعيش منعما في هذه الدنيا وترى هذا على التقوى والورع ولا يجد لقمة يأكلها ويا بات يعني بيجي بيقارن بالدنيا بيقولك يا أخي هذا كافر ومعاه وهذا مؤمن ومعوش هذا طيب ومعوش وذاك الخبيث أعطاه الله تعالى أعطاه من إيه متاع الدنيا أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم الدنيا ولنا الآخرة العبرة وين يا أحبابنا العبرة بمن ربح القبر بمن ربح الآخرة هؤلاء الله رزقهم مالا وهو عالم بأحوالهم وهم ينفقون أموالهم لماذا؟ لأي شيء؟ لمحاربة الدين الله قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبونه والذين كفروا إلى جهنم يحشرون صدق الله العظيم في ناس مستعجلة ليش كذا؟ وليش كذا؟ وليش كذا؟ وهي هذا منيح؟ وليش سير معاه؟ سلم لله تسلم واعلم أن الله حكيم واعلم أن الله لا يسأل عما يفعل واعلم أن الله ليس بظلام للعبيد وقل رضينا قسمة الجبار فينا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن في أشياء أنت بتكرهها وما بتعرف أنه فيها خير لا إلك وقد تحب شيء ويتكون فيه شر عليك وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد اثناني يكرهه مبن آدم يكره الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة ويكره قلة المال ما قلة المال أقل للحساب صدقت يا رسول الله صلى الله عليك وسلم بيكره الموت والموت خير له من الفتنة أليس أخبرنا عليه الصلاة والسلام حييجي هذا اليوم يمر الرجل بقبر أخيه المؤمن يقول يا ليتني مكانه الله أكبر ليش بيقول يا ليتني مكانه من كثرة الفتن لأنه يخشى على نفسي سعادة البني آدم بيكره الموت وقد يكون موتك سلام لك من الفتنة التي ستكون وتحصل ويكره قلة المال إذا بتخير يقول لك أكيد بدي مصاري كنت أفران ولا غني لا بدي أكون غني مجرش في فلوس في رصيد في حساب أعيش بنت نغنغ بها الحياة يكره قلة المال نعم صدق الرسول عادة الناس يكرهون قلة المال مع أنه إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام وقلة المال أقل للحساب قلة المال أقل للحساب لأنه اللي معه درهم يسأل يوم القيامة عن الدرهم ولي معه اثنين يوم القيامة حينسأل عن شو؟ عن اثنين معك دينار تنسأل عن دينار من أين كتسبته فيما أنفقته؟ معك دينارين حتنسأل عن دينارين خمسة تنسأل عن خمسة عشرة عشرة عشرين عشرين مية ألف مليون عشرين مليون مليار كل ما يزيد ستنسأل عن كل زيادة عندك من هذا المال من أين؟ من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ يكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المعروف الذي رواه البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد بيتبعوه ثلاثة اثنين برجعوا واحد بظل يتبعوه أهله وماله وعمله يتبعوه أهله وماله وعمله مين برجعو مين بظل؟ قال فيرجعو أهله وماله ويبقى عملوه الله أكبر الله أكبر بعض الناس يعني من يظن أن من رزق مالا كثيرا هذا وفقه ويقولون عن من كان عنده أموال طائلة يقولون الله الله بحبه يقولوا الله يحبه شرط ليس شرطا هذا ليس لمجرد هذا هذا دليل محبة الله للإنسان لا إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب كما ذكرت لكم ترون ناسا يكفرون بالله وعندهم من الأموال ما عندهم أموال كثيرة بس ما هي الدنيا هاي احنا هم يخوضون في هذه الدنيا يتمتعون فيها ثم يردون يوم القيامة لعالم الغيب والشاهدة الدنيا دار العمل والآخرة دار الحساب الفوز الحقيقي ليس أن تفوز في الدنيا بأن تحصل متاعها وإنما الفوز أن تربح القبر والآخرة وللحديث بقية إن شاء الله ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا القناعة ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا رزقا طيبا حلالا مباركا فيه وأن يرزقنا كل خير في الدنيا وفي الآخرة وأن يجعلنا من أهل غنى النفس ومن الذين يعملون للآخرة الباقية والله الموفق لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنا الدليل واضح أصير ظاهر وعالي بيشفي العليل نفحاته فينا شو بتقوينا من جهل الجاهل هو بيحمينا عنا الدليل اشتركوا في القناة